السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي المتابعين. اليوم درس جديد خاص في كورس البيالسي. في الدرس الماضي تحلمنا شنون نعمل خاص بمرسلة حرارة. وايضا وضحنا اذا كان عندك مرسلة حرارة او اي حساس ثاني انالوج. شنون نعمل وضحناها في الدرس الماضي. لكن توقفنا الى كيفية عرض الميلي امبير على البيالسي. وهذا الدرس راح نعرف شنون نحول هذا الميلي امبير الى درجة حرارة او درجة رطوبة حسب نوع المرسلة او حسب نوع الحرارة. حساس. فانا استخدمت حساس او مرسلة حرارة. مربوط عليها حساس بيتي مية. وضحنا كل هاي الامور في الكورس الخاص في البيالسي. لكن هذا الدرس الماضي ما ذكرنا راح نحول قراءة المرسلة اللي هي دائما تكون ميلي امبير. وايضا راح يستقبلها كارت الانالوج بهيئة وورد. يحولها كبيانات من نوع وورد. شنون نحول كل هاي الامور الى درجة حرارة باستخدام سكيلنغ ثاني مع السكيلنغ اللي شرحناه في الدرس الماضي. راح ننتقل الى الكمبيوتر. نفتح برنامج المايكروين الخاص في برمجة بيالسي اس سفين ميتين. ونوضح هذا الشي بالتفصيل. بعد ما فتحنا برنامج المايكروين الخاص في برمجة بيالسي اس سفين ميتين من شركة سيمينز. وايضا اتعلمنا شنون نعمل هذا السكيلنغ في الدرس الماضي. وصلنا الى مرحلة انه شنون نعمل تصحيح للمرسلة اذا كانت بيها نسبة خطأ. وايضا شنون نحولها الى ريال حتى تكون القراءة دقيقة جدا. وايضا تكون بالبوينتات. لان مثل ما نعرف انه الميلي امبير البوينت راح يأثر تأثير كبير على ضوء القراءة في درجة حرارة او رطوبة او ضغط او مستوسائل او غيرها من الامور. فانت لازم تحولها الى ريال حتى يعني يطلع الرقم الصحيح مع فواصل عشرية. بعد ما حولتها الى ريال وبدأ يقرأ الميلي امبير مثل ما تلاحظ. انه مثل ما تلاحظ حاليا شوف. بدأ يقرأ الكرت الانالوج يقرأ كأنما ميلي امبير. على ضوء التغير في البيانات والتحويلات اللي جريناها. وايضا شنون ما تعلمنا في الدرس الماضي. بعد ذلك لازم انا احول هذا الميلي امبير الى حرارة او رطوبة. انا في درس مرسلات الحرارة وشنون نربطها بشكل عملي. وضحت معادلة. وبعد ما تعلمنا ايضا شنون نقرأ الميلي امبير باستخدام الملتميتر. وشنون نقرأ درجة الحرارة. نحولها باستخدام الميلي امبير نحولها الى درجة. كلها شرحتها في التفصيل. فان ما رح اعيد المحادلات الرياضية. بالتفصيل رح اوضح لك الناتج النهائي. وايضا وضحت لكم تطبيق حتى يوضح ان هذا الشي بدان ما نستخدم المعادلات الرياضية. كلها شرحتها في هذا الفيديو اللي رح تلاحظه امامك. بعد ذلك اه وصلنا الى معادلة النهائية اللي هي كانت اثناش اه بوينت اه خمس اكس طرح خمسين يساوي واي. تمام? فاني وصلت اه مثل ما ذكرنا انه الى معادلة نهائية خاصة بهالي المرسلة اللي اه اشتغل عليها. اذا اذا انت عندها غير مرسلة او غير حساس او غير امر تقدر تستخدم المعادلة فقط راح تغير الارقام. واذا تريد تغير الارقام انا وضحت المعادلة بالتفصيل من البداية او الى النهاية وايضا وضحت شنون نستخدم على التليفون حتى تغنينا عن هاي المعادلات والتفاصيل الخاصة بالمعادلة. فانت حر تستخدم المعادلات او تستخدم انا برأيي انه فقط تفتهم المعادلات بشكل صحيح حتى تعرف الاصل وبعدين تستخدم الابليكيشن اللي موجود على التليفون واللي شرحت لكم في الحلقة الخاصة بمرسلات الحرارة. بعد ما وصلنا الى الناتج الميلي امبير لازم نستخدم المعادلة. فراح استخدم المعادلة الرياضية حتى ينحول الميلي امبير الى درجة حرارة. فاول شي راح استخدم الميلي امبير. الميلي امبير اللي هو وصلنا مخزون في في دي ستعاش. اوكي في دي ستعاش. فراح اول شي اضربه في اطناعش اكس. الاكس هو الميلي امبير راح يمثلنه. فراح اضرب اعمل لعملية الضارب. هاي عملية الضارب. فاقل له في دي ستعاش. في دي ستعاش. اه مية وستعاش عفوا. مية وستعاش هذا الميلي امبير. في دي مية وستعاش. راح اضربه في اطناعش ونص. اضربه في اطناعش بوينت خامسة. الاوت الخاص بي اه اخزينا في في دي. اوكي عشرين. لان اربعة اربعة. في دي مية وعشرين عفوا. مية وعشرين. اوكي. ناتج الضرب خزينا في مية وعشرين. هاي حاليا الاثناش اكس. اتمثل طرح. راح عمل طرح. سبتراكت هذا. راح في دي مية وعشرين. اطرحه من القيمة خمسين بوينت زيرو. شنون ما موضح بالمعادلة. الناتج النهائي. في دي مية وعشرين اربعة وعشرين. هو راح يمثلنه درجة الحرارة. المفروض ها. هاي تعلمت هاني كلها في الدروس الماضحة. راح بالتفصيل اذا انت كنت متابع كورسات الدروس الخاصة بالانالوج. انا كل الامور اللي تحتاجها راح اضع روابطها في وصف هذا الفيديو. اوكي. تمام بعد ما كملنا اذا المفروض هذا الفيديو مية وعشرين هو راح يمثلنه درجة حرارة. حاليا راح اعمل ونشوف القراءة هل هي صحيحة او غير صحيحة. حاليا بدأ يعمل لدولود للمخطط. فاذا عملت سكيلينج ثاني كأنه ماذا راح يمثل سكيلينج لكن باستخدام معادلة رياضية. اوكي. راح نسوي ونتأكد نشوف القراءة صحيحة لو غير صحيحة. حاليا درجة الحرارة لمثل ما تلاحظ 17.09 اوكي. او صفر ثماني. انت تقدر تتأكد من هذه القيمة صحيحة او غير صحيحة باستخدام المعادلة الرياضية او باستخدام الابليكيشن اللي انا شارح عنه. فحتى نتأكد من هذا الابليكيشن اللي يقصده اللي موجود على الجوال. او تستخدم الابليكيشن الخاص بالمرسلة اذا كانت المرسلة تدعم الابليكيشن. فراح استخدم الابليكيشن اللي السرعة. الابليكيشن الخاص بالمرسلة. ونتأكد القراءة هل هي صحيحة وغير صحيحة فستعمل ريد بعد استارت وتأكد 17.2 وهنا 17.2 تقريبا. اوكي. مضبوطة مئة بالمئة. حاليا راح اقرب مصدر للحرارة ونشوف الحرارة تصعد اه بس اه على اللي هو البي ال سي. راح نشوف. قرب مصدر للحرارة المفروض الحرارة تشوف بدت تصعد على كرت الانالوج واللي راح يقراها بدورة اه البرنامج اللي انا نصمم. تشوف حاليا القراءة تقريبا سبعة وخمسين ثمانية وخمسين تسعة وخمسين اوكي. مضبوط مئة بالمئة. بدت الحرارة تصعد على ضوء التغير في درجة الحرارة. المفروض حاليا راح تبرد درجة الحرارة. شوف بدت تنزل. ان رفعت المصدر. مصدر الحرارة. بدت تنزل درجة الحرارة. تمام. ان شاء الله واضح اليك هذا الفيديو. فاذا بدت تنزل. مثل ما تلاحظ. بدت تنزل الحرارة. لان انا رفعت مصدر الحرارة. وايضا لو تأكدنا من المرسلة. لو تلاحظ انه حاليا واحد وثلاثين بوينت السبعة تقريبا تلاثة وثلاثين. مثل ما ذكرنا انه فرق اه القراءة صحيح. لكن فرق بسرعة النقل. البيانات بين البي او سي والمرسلة. ان شاء الله واضح اليك هذا الدرس. وان شاء الله نلتقي في فيديوهات جديدة. خصوص التحكم وعمل كونترول كامبل باستخدام درجة حرارة او حساس ثاني. ان شاء الله واضح اليك هذا الدرس. الى هنا نصل اياكم الى نهاية هذا الفيديو. تقبلوا تحياتي والى اللقاء.